تسير الحياة بصورة طبيعية في خط الضباب غربية مدينة تعز حيث قام مراسلنا أمين دبوان بجولة ميدانية لتقص الوضع هناك مدينة تعز الحياة تسير كالمعداد المواصلات والسيارات والأهالي ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن قطع خط الضباب طبعا هناك محاولات تسلل كالعادة من قبل الميليشيا الإنقلابية من لبعض المواقع في جبل هان من الجهة الخارجية لكن الجيش الوطني أقوى بكثير من ذي قبل وهي ساعات قليلة يقول قيادة الجيش وسوف يتم استعادة المواقع البعيدة في جبل هام التي تم التسلل إليها وهي المحاولة الثالثة الفاشلة من قبل الميليشيا الإنقلابية لاستعادة بعض المواقع والتسلل إليها وفشلت طبعا في محاولات سابقة كثر طبعا لمن يعرف الطريق هذه مباني رعاية وفي الجانب الآخر المنشآت سد الجبلين شركة النفط فرع تعز إذن تعز قوية ولن تنكسر يقول أبناؤها والجيش الوطني أمين دابوان يمن شباب تعز وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا أمين تعز مراسلنا أمين دابوان أمين مساء الخير مساء الخير أيضا بداية أمين هل لا تزال المواجهات مستمرة في محيط جبل هان وماذا عن آخر التطورات لديك نعم الآن معركة حامية الوقيس تدور هناك الجيش يشن حملة عسكرية تشارك فيه جميع الفصائل من الجيش الوطني لاستعادة المواقع التي حاول الحيثيون التمترس فيها طبعا ليلة أمس تسلل أفراد من الميليشيا الإنقلابية إلى أحد المواقع طبعا جبل هان هو سلسلة جبلية طويلة في الجانب الغربي لكن يحرص الجيش الوطني على تأمينه بالكامل حاول الإنقلاب يون أمس التسلل إلى أحد المواقع والتمترس فيه لكن الجيش الوطني مصر وخاصة في هذه اللحظات على استعادة الموقع الذي تم التسلل إليه في الصباح الباكر كنت هناك خط الضباب طبعا الحياة الطبيعية كما شاهدتم في التقرير لو كان الحيثيون فعلا أخذوا موقعا في جبل هان لا كان خط الضباب طبيعيا مقطوع لأنها دائما تمطر هذا الخط لتمنع خط عدن تعز والتربة لكن بالفعل كنا هناك للصباح وحتى الظهر وكانت الأمور فقط في منطقة واحدة من الجبل والجيش خلال هذه الساعات يخوض المعركة لاستعادتها طبعا هذه المرة الثالثة منذ استعادة الجبل هان قبل عام ونيف والميليشيا تحاول مرارا إلا أنها تتكبد الخسائر وكما المعلومات تقول أن هناك جثث كثيرة تصل إلى محافظة إب جراء الفشل الميليشيا نعم يعني في ظل هذه التطورات الميدانية نريد أن نستفسر حول دور طيران التحالف هل هناك مساندة أو دعم من قبل طيران التحالف حسب خلال الأشهر الماضية وحتى اللحظة لم يحصل أي مشاركة لطيران التحالف أو أي ضربات جوية خاصة في محيط تعز المدينة هنا المدينة لم يشارك الطيران ولم يتدخل اليوم أيضا في استعادة ما تم تسلل إليه في جبل هان والساعات المقبلة كثيرة بأن تتضح الرؤية لكن الجيش الوطني بحسب المعلومات الميدانية الآن يأخذ معركة لاستعادتها وجرى ذلك أكثر من مرة أن الحوثيون سواء في المكلكل الحوثيون في المكلكل أو الجبهة الشرقية أو الجبهة الغربية يحاولون دوما في مدينة التسلل وصلت الفكرة مرسلنا من تعز أمين دبوان شكرا جزيلا لك